بمناسبة عيد النبي إليا أقيم في كنيسة الروح القدس في عجلون قداس إلهي حضره عدد من الأباء الكهنة وجمع محدود من المؤمنين من أهالي المنطقة إلى التفاصيل ترأس صاحب السيادة المطران خريستفورس مطران الأردني للروم الأنثاذكس خدمة القداس الإله الاحتفالي بمناسبة عيد النبي إليا بمشاركة قدس الأرشمندريت فينيدكتوس الوكيل البطرياركي في شمال الأردن والأرشمندريت إيرينيموس الرئيس الروحي لمدينة الفحيص وعدد من أباء كنائس الشمال قدس الأب إلياس حداد وقدس الأب صليب بشارات وقدس الأب قسطنطين عماري وقدس الأب يحن حداد بمشاركة جوقة كنيسة الروح القدس في عجلون وبحضور جمع من المؤمنين من أهالي المنطقة بحضور جمع من المنطقة بحضور جمع من المنطقة بحضور جمع من المنطقة وقال سيادته في عظة القداس إننا اليوم سعداء ونحن نحتفل بعيد النبي إليا في مدينته المحروسة من الرب وهو الذي يعد من أعظم أنبياء العهد القديم والذي يعلمنا بسيرته العطرة كيف تكون حياتنا مرضية لدى الرب وأن نتمسك بعبادة الإله الواحد وبالعقيدة السليمة وبالإيمان المستقيم ونكون ثابتين في أرضنا ووطننا وكنيستنا المقدسة أبنائي النبي إليا اللي هو شفيع هاي الكنيسة النبي إليا اللي استمعنا مبارح بصلاة الغروب واليوم بقانون صلاة السحرية قديش هاي القامة الروحية في العهد القديم اللي إلها امتداد ليومنا ورح يضل هذا الامتداد للمجيء الثاني للرب والمخلص يسوع المسيح شفنا النبي إليا قديش مواقف حياته كانت معبرة اللي بتعطينا قدوة حتى نحن نتعلم من شخصية النبي إليا في حياتنا نحن النبي إليا قديش قاوم بعد الإنسان عن الله بعد الإنسان عن الحقيقة عبادة الأوثان وفي زمننا أبنائي في عبادة الأوثان لما نحن ما بنعبد إلهنا الحقيقي المثلث الأقديم بموجب تعاليم كنيستنا الأرثوذوكسية المقدسة اللي حدت بالمجامع المسكونية السبعة والموجود والمحافظ عليه في إيمان كنيستنا المقدسة اللي الآباء والأجداد حافظوا عليه طيلة ألفين سنة هون نحن نقع في عبادة أوثان لما الإنسان بغيب الله عن حياته وبصبح الله وكأنه إله غير موجود أو موجود في مكان بعيد في مكان ما في السماء أبنائي ربنا يبرككم ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة وبشفاعة النبي إلي شفيع هاي الكنيسة وشفيع هاي الرعية إنه هو يحمل وطن يحمل كنيسة ويحمل عالم بأسره من كل الأعداء المنظورين وغير المنظورين ومن كل الأوبئة والأمراض أبنائي وبالأخص أمراض الروح والنفس أمراض الروح والنفس ويعطينا علاج يعطينا توبة حتى نقدر إنه نطبب نفوسنا من خلال يسوع طبيب نفوسنا وأسادنا وفي الختام قدم سيادته التهاني لقدس الأب الياس حداد بمناسبة عيد شفيعه النبي إليا ناقلا له أدعية وبركات صاحب الغبطة البطريارك كيريوس كيريوس ثيفوليس الثالث متمنيا الخدمة المباركة والصحة والبركة له ولكل من يحمل اسم النبي إليا اليوم كمان من عايد قدس أبونا الياس بعيد شفيعه النبي إليا ننقله أدعية صاحب الغبطة بطريارك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيفوليس الثالث اللي بهني بعيده بعيد النبي إليا مقرون بدعاءنا كلنا نحن الموجودين والغير موجودين من الأباء إنه ربنا يعطي الصحة والقوة حتى يستمر بخدمة كلمة الله نفوس أبناء الرعية وكنستنا الأرثوذكسية المجيدة أبونا ربنا يحميك ويقويك ويعطيك الصحة وكل نعمة وبركة من لدنه أبنائي كمان من عايد كل أبناءنا المؤمنين اللي بيحملوا اسم إليا أو الياس نحكي لهم كل سنة وهم مسلمين ربنا يعطيهم كل نعم من لدنه وبشفاعة النبي إليا ربنا يبرككم أبنائي كل سنة وانتوا سلمين كما ذكر سيادته الأب المتنيح الياس سويس تقديرا لخدمته بعيد شفيعه الذي خدم على مذبح الرب ببطريركية الروم الأرثوذكس قبل انتقاله للأمجاد السماوية أباء الباقي